حول الموضوع نضم لنا مباشرة عبر الأقماء الصناعية من بغداد الدكتور هشام الهاشمي خبير جماعات المتشددة دكتور هشام بحسب متابعتك بحسب اطلاعك على ما ذكر في صحيفة النبأ هل داعش أقر فعلا بالهزيمة؟ هل يجهز مقاتليه ومناصره معنويا بالإقرار بالخسارة؟ بالتأكيد هو ماضم في عملية التنهيد لخسارته ما يسميها هو بأرض التمكين وبالتالي في العدد الذي مضى من هذه الصحيفة صحيفة النبأ كان لقاء مع رئيس هيئة الحرب لهذا التنظيم المتطرف واليوم مع أمير ديوان القضاء حيث اجتمع في أسئلة معينة أولا أمير هيئة الحرب كان يمهد لعملية أن الأرض التي يخسرونها عسكريا يستطيعون أن يقاتلوا فيها بطريقة أمنية حينما ينصهرون مع المواطنين وربما يختفون بطريقة ما ثم يعودون لعمليات انتحارية عمليات اقتحامية وأشياء من هذه أما أمير ديوان القضاء كان يبرر لهم شرعيا أن هذه الخسارة سوف لن تلحقهم بملامة دينية أو أخروية وليست عليهم عقوبات فيما يخص أنهم ليسوا ممن تولى عن الزعف هذا التمهيد ننتظر ما بعده ربما أمر من البغدادي أو أمر من وزير أو أحد مساعديه قد يكون أبو يحيى العراقي أو يكون فاضل حيفا بإعطائهم أمر بالانسحاب إذا وجدت ثغرة اليوم لا توجد لديهم أي ثغرة للهروب خاصة بعد وصول غلط المنطقة الغربية من جهة سنجار بشكل كامل من القوات العراقية طيب لكن هل القادة داعش يعني قلت لا يجد لهم أي مفر للهروب لكن الآن تتحدث بأن قادة داعش قد هربوا فعلا الموجودون والمتواجدون الآن هم عبارة عن مقاتلين فقط ما مدى صحة ذلك؟ هذا كلام صحيح جدا القيادات التي بقيت من هذا التنظيم هي قيادات الوسطى والميدانية في معركة الموصل بساحل هيها الأيمن والأيسر وصولا إلى تل عفر أما القيادات الخط الأول فهي قبل السابع عشر من أكتوبر هذا العام قد هربوا حتى هذا المدعو أمير ديوان القضاء وهو نظام الرفاعي هناك معلومات استخباراتية مؤكدة أنه قد خرج باتجاه سوريا ربما الوجهة القادمة له هي غرب أفريقيا أو حتى ليبيا إعلام تنظيم في هذه الوثائق وعبر آخر إصدار لعدد صحيفته النباء يركز مع انطلاق عملية تحرير الموصل على دفع مسلحي لمواقع خارج معقلة في المدينة ماذا يعني ذلك بالتحديد؟ هو ربما يريد أن يبقي شيء من المواطنين يحسنون الظن به أنه لا يريد أن يقاتل في المدن المكتظة بالسكان حتى لا يتسبب بإبادتهم أو قتلهم لكن هذا الموضوع عظيم لا يجدون الجنود أو الميدانيين منهم أذن صاغية مثل هذه الأوامر خاصة ونحن نشاهد كيف تفعل مدفعية وهوانات داعش بالأحياء التي تم تحريرها حي السماء حي القدس حي التحرير حي الملايين في الساحل الأيسر من مدينة الموصل يوميا مدفعية ثقيلة من داعش تدق هذه الأحياء المحررة وكثير من المواطنين والسكان المحليين ستشهدوا بسبب قذائف صواريخ داعش طيب يعني وصف داعش لما يجري الآن بالمؤامرة عليه وعلى دولته المزعومة طبعا في الإشارة للعملية المستمرة إلى الآن هو إشارة على ماذا؟ هذا اعتراف واضح بأن هزيمته أصبحت حادثة لمحالة؟ بالتأكيد هو منذ خطاب البغدادي حينما ركز على تأنيب وشتم العرب والسنة من العراقيين والسوريين بشتائم مختلفة النفاق والردة والصحوات أراد بذلك أن هذا لا توجد لهم حاضنة في العراق وسوريا تقبل بهم ما يجعل الناس يتعايشون معهم هو الإكراه بحكم السلطة والتوحش الذي تفعله هذه الجماعات المتطرفة وبالتالي حينما يتهمون الصحوات هم يقصدون بذلك العرب السنة الذين لم يتفاعلوا معهم أو يقفوا معهم في حربهم بالضد من القوات المحررة شكرا جزيلا لك دكتور هشام الهاشيمي خبير الجماعات المتشددة كنت معنا عبر الأقماس طنعية مباشرة من بغداد شكرا لك شكرا لك